اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وبيدخل معاها في المناشدة بان احنا نقول حاجة في الموضوع ده ستين علية من ابلي يعني تقريبا نجيزة وما بعدها سواء هبل محامية او علية في حول موضوع نقول ايه لما نحس بديء يعني لما نتدايق نقول ايه فانا كتبت الموضوع وخليت له عنوان اسمه الضيق وهي اللغة العالية كده ولا تكو في ضيق مما يمكروه الضيق او الديء زي بعضه ما خسرتش الدنيا خالص بين الدعاء والعمل على ازالة اسبابه بالراحة نفهم دي ايتين يعني ايه كلام ده اوعد فكر ان الدين لما ادايق اقول ايه اقول فالديء اتروح ده دجل ده ابو الدجل وامو وخالته وعميته وجرانه فيش في الدنيا حاجة اسمها لما اقول ايه ايه يحصل ابدا لازم اعرفك تقول ايه وانت بتكتهد في ازالة اسباب الديء هو حضرتك لو محشور بين اتنين قاعدين ومتدايق في الاعداء تيجي تقول لي اقول ايه عشان الديء اللي فيها يروح قوم من وسطيه شوف لها ختة تاني خلي حياتك حصيرت صيف وحصيرت الصيف واسعي يجرأ ايه في الدني تفسحه في المجالس ربنا كده مقالش يقوله لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يقوم العبارة اللي قالها سيدنا يونس سيادتك بمجرد ما تقولها كل مشكلات مصر تتحل قناة السويس تتحفر لوحدها الدولارات تنزل مع جبريل واسرافيل عليهما السلام ده دجل يا فندم انت متضايقة من جوزك انت حضرتك متضايق من مراتك متضايق من ابنك ابنك متضايق وحيطأ منك لانك اب بتتعبه وبترهقه وانا كنت بقول النهاردة في محاضرة بعد الظهر من كل ثلاث بمسجد الحج غريب عليه رحمة الله بالتوفيقية كنت بقول عبارة مهمة جدا في قصة حقيقية واحد في الجامع الهال النهاردة ان اب فضل ينرفز ابنه ينرفز ابنه في السرحة وفي المروحة فالولد شاب خلى ابو نعيم وام خنقه فقال ان هو بياخد اعدام النهاردة فالاب ده اللي هو ايه انا قلت يمكن وافتكرت سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وحقوله هلكل انها من نوادر او من دواليب العلم كان النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد جوز ام جوز ام يعني سيدنا محمد كان اب وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان جد للحسن والحسين وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان زوج وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان اخ للشيماء وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من الرضاعة طبعا يعني وكان جزء أم يعني فجل سلمة ابن ستنا أم سلمة النبي جزء أمه فداخل بيخبط على الباب مجرد ما فتحه له ودخل كان النبي سيدنا محمد قاعد عليه الصلاة والسلام فقال له هل أمه بجري يا سلمة هل أمه لتأكل ودي حك في وشه صلى الله عليه وسلم زي ما كان بيتحك في وش الدنيا كلها هل أمه لتأكل أنا أعتقد أن فيه أباء كتير جدا وحضركم بتشوفوني دلوقتي على الهواء عارفين يعني إيه ابنه مش بقى ابن مراته من غيره ابنه لو جيه يقول له آه ما أنت زبطها على الأكل هو أنت وراك حاجة غير أنك تاكل أنت أمك يسامن بدن الواد وبدن أمه الواد وصل للدرجة اللي أنا سميتها قبل كده في كتاب لي لحظة العمى تراكمات 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 فجيه في لحظة ألا أنا أخنق الراجل اللي أريفني في عشتي ده الواد غلطان الأب غلطان كلنا غلطانين إحنا مش فاهمين دينا صح دينا دا دين الحياة ودين الجمال وأنا بقول أهو حضرتك تقول إيه تقول إيه يا هبوبة يا محامية يا جميلة لما تتضايق يا أختي تقوم تفتيشي عن أسباب الدين متضايقة من مين متضايقة مني أنا بلاش تسمعيني متضايقة لإني أنت محتاجة حاجة على قد الحافة كمد رجليك أعمل أو أنا مضطر 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 إبقى عند الضرورة أقترض متضايق من حد معين أصلحه أو أشوف إيه اللي بينه وبينه أو أهجره ولا أتمناله شر ولا عبتاعه ولا حاجة وكل واحد يروح لحاله دنيا جميلة جدا ربنا قاله أن يتفرق يغني الله كل من ساعته على مين؟ على اللي بدأوا الصلح وفعزوهن ووهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن قطعناكم يبقى توقع ما قطعوش قبل ما الجدر يقع فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما وبعد أن ألوئي تفرق يغني الله كل من ساعته ما قالش بقى خليكوا يا متشاقين يا متشاجرين يا اللي حياكوا كده قولوا كل واحد فيكوا في سره لا إله إلا أنت سبحانك أني كنت من الظالمين والله الدين أتروح ده دين مين ده؟ أنا معرفوش الدين ده أبدا دين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لابد أن تبحث عن أسباب الضيق ليه هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ما كان قاعد يقوله هو الصحابة اللي متضايقين من الكفرة اللي بدايقوا عليهم اللي بعزبوهم اللي حشروهم في شعب وقالوا لا نتجوز منهم ولا نجوزهم ولا نبعلوهم ولا نشتري منهم عايز ديقة تانية أكتر من كده هاجروا هاجروا سابوا لهم البلد أكيد هم كانوا عارفين يقولوا إيه عند الضيق لكن لازم نعمل كده ما فيش مشكلة تتحل بجملة ده يبقى مش دين الدين يساوي كلمة واحدة لو أنا سألت حضراتكم ما معنى كلمة دين بكسر الدال الدين يساوي كلمة واحدة ما تجيش بقى تشرح لي موضوع تعبير حضرتك وتقول لي إيه عبادة ومعاملة والدين القلوب حنخرف بقى حنهابل الدين يساوي كلمة واحدة زي ما هو كلمة واحدة عارفين حضراتكم هي إيه منهج الدين يساوي منهج عشان كده لما بلاقي المتدايقين كلهم في الدنيا لما بيجوا بشتكوا بشتكوا إيه بأنه هم اتجوزوا يعيني وإيه وكل بمعينه بيصالي معينه تشوفوا معينه معينه ما هو عشان مش صاحب منهج إحنا فاهمين الدين غلط لو عرفنا وحقول لحضراتكم بالراحة خالصوا الهدوء أنا ما عرفش الكلام الكبير اللي ما فيش تحت منه فايدة أنا أعرف منهج يعني إيه يعني ده بني آدم له له منهج من هذا المنهج إنه ما بيعيش سفلاء على غيره يعني شو نجوز لوحدة عشان تأكله ولا غيره عنده منهج ويقول ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكلها من عمل يدي وما المنهج وهيتاخد من إيه كويس عنده منهج لو سمع حاجة كده بعيدة ولا تعمل هي تتبعهاش يتقفى ليه أخبار الناس وإيه اللي حصلوا ومين ويعرف ويرجع على النص وضيع ثلاثة ربع عمرنا ضيع فيها كلام ثارغ وهوس والمثقفين المتعلمين مش فاهمين برضو دي مصيبة ومأساة هي جدتهم فيهم ولزيك أقول فرقو بين دين محمد عليه الصلاة والسلام وبين دين الجدة ومرة واحد قال لي ومرة واحد صعيد راكب قطر فرقو بين الدين اللي نزل من سابع سماوات على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليتم به مكارم الأخلاق مكارم الأخلاق دي منهج إحنا عايشنا وأرجو إن إحنا ما نكونش لسه عايشين في مكارم الأخلاق يعني الواحد يعمل كده يعني ويقوم لحماه ويبوس إيه تحماته الودة صاحب مانا الودة أخلاقه إيه أخلاق مين بص لجيبه عمران ولا خيبة بقى ده وهو عندي فبوق إيه سيدنا عمر يسأل عن الشاب بيعجبه يقول لك يعجبه ولد واقب بقى حاجة كده طول بعرضه شبب وفتوة وندرة فلما يعجبه ده سيدنا عمر رضي الله عنه يوم يقول إيه ما حرفته الأمور ده بيشتغل إيه فواحد جنب سيدنا عمر يقول لا حرفة له شوفوا العبارة بقى بتاع التاريخ فيسقط من نظره اللي كان مالي عين سيدنا عمر نزل بقى صرصار بقى دبانة مملاش عين لو كان له حرفة يعني كسيب كان بقى مالي عين سيدنا عمر ده دائب اللي بيشتغل اهو دا دي بيشتغل صاحب دين صاحب دين ما عندوش ده أنا أحيانا بسمع بالنربة خمسة ساعة تناس بتكلم ولا أخرج منهم بجملة هو دي هو دي هو دي هو دي هو دي الكلام ده ما كانش يختفي كله كلنا حنضيع الدنيا حنضيع وما ضعيتش ماديا وهي طبعا ماديا ضايعا ما كانتش تضيع ماديا حنضيع كده حنضيع معنويا حنضايق طيب نقول إيه عندو الضيق ما ينفعش نقول لازم نربي لازم نربي مش ممكن أسيب أي الأدب يقل في أدبه وأنا وقف أرى قرآن من المناسبة كان عندي سؤال في منتهى الخطورة مع سئلة النهاردة الحقيقة عندي في الصميم في الصميم العلمي اللي ما بيتقلش بقى اللي ما بيتقلش يارة ولا سارة هناخد سارة المسكندرية ونكمل يا رب سارة تفضل يا سارة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شكرا دكتور ربنا يا ستورك أنا مستمع عليك جيدة يا دكتور وكل برام كل حاجة بسمحها بينا نعرف ايه؟ واه احتاج قضوة الله يستورك بجد والله فضال يا سارة بينا القضوة فعلا ما بنزمش كلامك ابدا بنبقى اللولي الصوت شوية يا جماعة عندي عشان انا قادر اجمع يا دكتور انا حتى مبيخ البانك ربنا البانك اه حتى مبيخ البانك اهلا مستمع غير كلمة شهادة 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 في البانك كل مرة يا سارة عندك حاجة تانية حبيبتي غير البانك مشهادة في البانك طيب لعيدة عرف ان فايدا بتاخدها دي لبا فعلا ولا مش لبا حاضر حاضر لا مهياش ربا يا سارة مهياش ربا يا حبيبتي ان شاء الله اخر كل سنة بتطلع زكاة مالك زي ما قلنا وكل مرة تقريبا بنقول على رأس المال والفايدة اللي بتيجي من البانك وقناة السويس النهاردة تسألت عنها 3740 الف سؤال هي عشان سبتة حرام ولا حلال هي حكاية السبتة دي ملهاش لا ولا بحلال ولا بحرام احنا وانا او الواحد هشتري في شهادات في اسهم القناة السويس وبدعوا كل الناس اليها لان ده اقتصاد بلد اللي ضيعوا بضيع البلد بحلها ومسألة الاثناشر هي اصلا تنتين وعشرين هو بيديك اتناشر بعد دراسة وفاهمها فما تشغلش نفسك وحكي السبتة ده مين ترد مين اعلم فاني؟ عمر ابو عمر فضل يا ابو عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي رز مبروك ابنا استورك والله ده ما شغال في السعودية وفلوس اللي بيشتغل بها اطلع عليها زكاة حضرتك شغال في السعودية؟ اه ومعك فلوس؟ وفلوس اللي بيشتغل بها اطلع عليها زكاة ايه؟ فلوس ايه؟ تاب الراحة بس بالراحة انا سمعت اطلع عليها زكاة ما سمعتش اللي قبلها حبيبي ايه؟ لا امو اقولك شغال وفلوس اللي بيشتغل بيها يعني امسلا عملت مبلغ ممكن اطلع عليها زكاة عادي ولا معروف زكاة طيب يعني حياتك بتسأل هقولك قبل ما تسبني في فلوس انا اشتغلت بيها عليها زكاة ولا لا اه؟ ايوة شكرا ابو عمر ايه؟ ايه؟ اذا بلغت هذه الفلوس المبلغ اللي تشتري بيه خمسة وتمانين جرام دهب عيار واحد وعشرين النهاردة اسأل ايه جواهير جي او هاتو الجرنان لو انت هتراجع نفسك النهاردة وعايز تريمي الحاجة النهاردة تشوف انت معاك اللي يجيب خمسة وتمانين جرام يعني حوالي ستة عشرين الف جنيه ويعد عليهم سانة وبعدين تطلع على كل الف خمسة وعشرين يعني خمسة وعشرين جنيه لكل الف عليها زكاة لو بلغت النصاب النصاب انا قلته دلوقت الفلوس اللي تشتري خمسة وتمانين جرام ده بعيار واحد وعشرين قدي ايه؟ اقل من كده مفيش عليه زكاة اكتر من كده بتطلع على كل تعريفة يعني اوعى تخصم اللي هو ثمان خمسة وعشرين خمسة وتمانين جرام يعني ستة عشرين تركينهم تقول دول باي باي لا على كل من اول الصفر لغاية المليار اللي ربنا يرزقك اياه اسلام وده اسم امورة مش امور يلا يا سيدي اسلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اه دكتور كرتاني سأل حضرتك في موضوع قرد اتفضل اه انا دلوقتي قاعدين في مدينة الشيخ بايد في حيه واعتبر يعني مش راقي حيه ايه؟ مش راقي حيه ايه؟ مش راقي اه مش راقي طيب حاضر 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 حيه مش راقي ها؟ اه والشق اللي احنا قاعدين في ايه توليك فاجوتي كان حابد ياخد قرد عشان ناخد شقة في مكان احسن ايه في مكان احسن اه يعني عشان الاولاد وكده بس اللي احنا فيها كافيانة اه الحمد لله بس هو بقول لي عشان المستوى عشان تربية الاولاد اه المنطقة تربية الاولاد طيب افن اه فهل ينفع ناخد قرد ولا ما ينفعش لا ما ينفعش القرد ناخده عنده الضرورة ايها سادة المشاهدون وبعدين انت هتاخد اولادك من الشيخ زايد هتوديهم الشيخ ابو ارقاص ابو ارقاص دي مدينة جميلة تبعا من يا فاقصب مهما كان في اي مكان في الدنيا بني ادمين واحنا كمان زمان زمان اوي يعني من تلاتين سنة او حاجة كنا بنلاقي في مدارس معينة في القاهرة لها شنة ورنة زي مش عايزة تسمي اسامي طبعا لان انا عندي سؤال من الاخ المحترم اشرف رياض عبدالحكيم من الزأزيق عشان مناسب بس ما قولش اسامي هو بعيد الاسامي عشان كده بقوله عليك بالقضاء وانت شاملوله شاطر وتشتغل في القضاء فامش فيه لكن اوعى تتوقع من الموعزة الحسنة ان احنا نقول فلان الفلاني او سيادة المستشار فلان الفلاني بيتهمك بكذا وكذا ده ما يقولوش مبروك عطيه لان مبروك عطيه بشتص صغيرون للدرجات دي يعني لا ابدا طبع انت سكتك سكت القضاء وانت راجل تعرف خليك ماشي فيه وربنا يديلك حقك يا رب فيش مشكلة ابدا فالاسامي مش هقولها بالنسبة للمدارس ولكن كدت لها شنة ورنة النهاردة كل المدارس دي اللي هي متغيرتش اسماءها فيها عيال معها مطاوي وفيها عيال معها بنجو وفيها 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 فيها ونجيب قرض كمان لا يا اخوي ربنا يوسع عليك وتسيح في الارض بفلوس حلال ما في القرض اللي هي جزء اللي عنده الضرورة والضرورة هنا انك انت وعيالك قاعدين في حمام او قاعدين عند حماتك او عندهمك وكابسين على نفس بعض وحتموتوا يبقى دا لكن اه في المنطقة هدنا تازل فل وكويسة واحنا نقدر نربي اولادنا تربيه كويسي وبنقوله هو المعيزة الحسن الشغالة ويسمعونا في الشيخ زايد اسمعونا في الشيخ مدبولي وكل الشيوخ اللي في الدنيا بتسمعنا فبنقول اتقوا الله واعرفوا ان الدين منهج ربوا اولادكو على حاجات كده نعم فنم المليجي خصك يا مليجي كانوا قولوا كده زا ما عندنا اللي عندنا مليج بتاعت خاصة في المنوفية يلا يا مليج انت من مليج مليجي مليجي انت من مليجي يا مليجي بسيون من بسيون بطبعة انت اه ارحب بحضرتك وبالغربية كلها اتفضل انا سامعك وطل شوي راح الخط السؤال السؤال التاني من الاستاذ باسم عبد الناصر علي محمد ده من اسيوت ومعايا احمد ناخد احمد على تليفون حشان ما انتظرش كتير امه احمد فضلي يا امه احمده السلام عليكم وعليكم السلام ستي ازاك يا دكتر الحمد لله ازاك يا دكتر الله يستورك الحمد لله انا مش عايز اقولك يعني انا 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 دلوقتي بتكلم على موضوع في المواريس على ايه المواريس اتفضلي اه دلوقتي انا والدي كان اه كان قايل ان لينا شقة يعني هو توفر من كم يون كده الله يرحمه وكان لينا شقة وجميع موتانة يا رب الله خليك يا دكتر فكان لينا شقة فليه اخ اخ واختي من ابويا ابويا كان بيقول ان الاخت والاخ ياخدوا من ايه ياخدوا في وركة تالي في البلد فانا ابويا اه فانا ابويا فالله مطلعك ايدنا محمد هي كان يعني يعني سيهت زهايمر شوية لا مش على زهايمر هو زعلان من امهم فعايزي لقاحهم عندي امت امهم وانتو بقى اللي اموكو الحلوة اللي عميته الماكارونة اه اعدى في القاهرة فهو عايز يدوك انتو الشقة والولاد يحاولهم ع الضار القديمة والزريبة القديمة لا فيه مكان فيه مكان جنات كلام ابوك لا ينفذ حتى لو ما عندش عنده زهايمر كلام ابوك لا ينفذ ولا كلام اي واحد ينفذ في المواريس لان الكلام مواريس جاي من يا ام احمد يا ام احمد يا ام احمد المواريس نازلة من فوق من عند ربنا انتو كلكو وابوك اسمو ايه محمد 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 يا عبد المعبود محمد كلكوولاد عبد المعبود سواة بقى واحد امه سنيه واحد امه دينا كلكوولاد عبد المعبود هتهرسو عبد المعبود زيكو زي ابعضيكو بالزبط هناك في البلد اللهم إلا إذا كان اللي في البلدificación واطلع بنصيب كل واحد ما فيش لا تظلمون ولا تظلمون وهم ليهم مصلحة هناك يعني قاعدين هناك أو عيشين هناك بهذه المناسبة حقول السؤال اللي واجعني من جدة محترمة أنا كتبته وهم فكروني بيه بالتلفون قبل ما أدخل لكن رضيت عليهم حتى بالتلفون وقلت أنا فاكر يا حبيبتي أنا فاكر جدة اتحرمت من ابنها مات وسايب أولاد هم دلوقتي في الجامعة انضموا إلى حزب الأم ما بيسألوش على جدتهم ولا على عمتهم والدموع بتفيد من عيون واحدة اتحرمت من ابنها وده حتى منه عايش ما بيسألش عليها قالوا طالب في الجامعة صدقوني طالب الجامعة ده عمره ولا حيسأل في مصر مصر مين كان شاف جدته وحيبه موظف خاين وفاشل والأم الأرملة اللي قدرت تأثر على ولادها وتخليهم يقطعوا جدتهم أنا أحلف يمين الله ما كانت بتحب أبوهم لو بتحب أبوهم كانت حبت اللي من ريحته وكانت حبت أمه مش عايزة تحبها شاء الله محبت بس تسيب العيال الأحفاد يروحولها تحت رجليها وياخدوا برها وتحس إن ابنها ما ماتش لما تشوفهم وتحط إيديها على رأسهم دات لهم كل حاجة بتديهم اللي في إيديها واللي في عنيها وعايزة طالة محرومة من الطالة أنا بقول لهم الأولاد اتقي ربنا لأن عذابه جديد قوي وخدي سواب الأكباد لا يتحرق كبدك وما تليش حد يحط عليه نقطة ميزة بتاعة الأطرة كما تدين وتدان زينب قول يا زينب ربنا يسترق في نعمة ما دمنا نحمد الله بص يا دكتور أنا بلوقتي لسا متلوزة بقالي بتاع 12 يعني فاضلي شوية وكمل سنة ألف بركة يا زينب المهم في حاملة ولا لا لأ لسا في مشكلة يعني وكده وانا بطهيرك لسا عند الدكتور ان شاء الله خير شطرة قل لي يعني في أي وقت في أي وقت ممكن تحملي ممتاز ناخد بالسبب ونقول يا رب سأركز معايا بس يا زينب الله يخليك ناخد بالسبب ونقول يا رب ولا تسمح الروحك حتى ولا الحد حواليك يجيب سرط الخلفة الوقت مش كويس معاك اللهم لك الحم الايام ديت بقى الايام ديت ما عرفش في ايه يعني هو بزن هو بزن الودع الخلفة اللي حواليه اللي حواليه واللي حواليه واللي حواليه كاي يا كبدي عشان احنا مجوزينكوا تروحوا تجيبوا عيال احنا مجوزينكوا عشان خطر انت تبقى جميلة ومبسوطة وهو يبقى جميل ومبسوط اللي قال الكلام ده ربنا لتسكنوا اليها واجعل بينكم مودة ورحمة بأهم حاجة كونوا انتم موفقين مع بعض ويجوا يجوا ما يجوش ما يجوش واجعلوا ما يشاوا عقيمة في سبب علمي ناخد به ونقول يا رب ما جوش ايه اللي حنعمله ان شاء الله كان اللي بخلف اشتر منينا بلغة الصعيدة لا اللي خلفش واللي خلف اللي اتنين سواء والارزاء فوق عند رب الارزاء اقولها تاني مفيش فاضل ومفضول في واحد خلف والتاني مخلفش وانا بقوله اجنشرت النهاردة الصبح للدنيا كلها ان احنا عندنا جوه سواد فضيع اللي جاب عاي الضكر قال ليه للأدب قال لي أدبه وعلي ايه علي جايب بنات ابو البنات شتى ما بولي ولاد ابو لولاد ما يقولش انا قلت أدب عليه يقول ده انا عارف انه مهري مني عشان انا عند رجالة وهو عنده طرح الطرح يا بنات يلا اللي بيكتب التقرير يقول استاذ دكتور مبروك كان بغني في اللحظة الفلان ايه نفسي يقول كده يا ست ام عمر تفضالي يلا حاضر يا مونة يا ام عمر أيها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بتعود اسأل بعد اذنك لو انا حامل اه وإيه تولد وكيب يا دكتور اللي ولدني حرام ولا مش حرام لو شاملول وشاطر ما يولدكيش اللي هو لان هتروح الوحدة ست لخمة تجيب لك حم نفاس يتفق عين الودو وهي بتنزله احنا لينا اه بنهاتي اهو بقى بقولكو ديني سوي منهج فاسأل به خبيرة مين اللي ايده بسم الله ما شاء الله تتلف في حريره انا عايز انت سمعاني يا بنوتة بقولك انا يعني انا عايز اولد مثلا في مستشف بايه عايز ايه عايز اولد في مستشف ودكتور اللي ولدني حرام ولا حلال لا مش حرام ارتاحي وتقوم يا رب بالسلام اقولي امين يا بيت بس واقولي انا الجملتين بعد كده على طول بدم هي ارتحت وعرفت انه مش حرام دكتور يولدك ولا دكتورة تجيب اجلك احنا بقى عايزين عندنا غيرة حلو عندنا حب على ان البنت ما يشوفهاش اللي بنت هوكي ما فيش مشكلة ندرب البيت بقى الدكتورة بتاعت الميسة بقى ونحطها فوسط دايات وفوسط حانتيش وفوسط علم لغاية لما تبقى خبيرة وساعت هنقول للمرأة المسلمة لو روحت لدكتور يبقى حرام عليك عشان عندك الشاملولة يبقى تروح لدكتور يتكشف عليك ليه يا بيت انما لو راحت للدكتورة والدكتورة دخلت وقايت اقفلوا الباب مين يا فندم؟ وليلي امو نادر حضر يا فندم يالله يا ام نادر سلام عليكم وعليكم السلام ستة ورحمة الله وبركاته في نعمة ما دمت بحمد ربنا بقى في نعمة دينا يا ربي بارك فيك وفي حضرتك يا رب وفي حضرتك فينا يا رب وتفضلي مايش يا دكتور انا متوتر عشان او مرد تتسلم انا بتتكلم حضرتك على موضوع الصلاة والظلم وكده ايوة الاولية اه حضرتك انا كنت مطلقة بقالي تلاتاشر سنة وكنت اهوم ربي عيالي من هم صغيرية الحمد لله كبر دلوقتي وزوجت بنت وفضل ولد وبنت لسه معيه كويس اه فحضرتك اه نتكلموني واقنعونا انشنا نرجع لبعد انا وزوجي تاني الف باركة الف باركة رجعنا رجعنا يا دكتور وفي دل زي ما هو دخيل وفي دل زي ما هو عملته صيقة للاولاد ولا يجرى حاجة ولا يجرى حاجة ولا يجرى حاجة ناخد اسمع يا اه يا ام ايه لسه حضرتك ما كملتش لك يا ام ناجر يا ام ناجر حضرتك اتطلقت منه تاني ايه كده بعد ما اتطلقت منه تاني رفض يدينا مصاريف ورفض يجاهز عندك كويس رجعته تاني لا انا رجعنيش يعني الطالطة التالتة لزا ما جاتش ايو لا خلاص اتطلقنا تاني يا شيخ اه وحضرتك هل ما ما تبعتوا ليش في جواز بنتي ولا تبعتوا في ما تبعتوا ليش في جواز بنتو ازاي برضو اه راحت هو طبعا عشان بس احنا مضطرين ناخد فاصل دلوقتي هقول كلمة واحدة ان الظلم حرام اوي وحكملكم بعد الفاصل في موضوع لي ما حضرتنيش في كذا انا عايز اقول الدعاء اللي هو في سطر اللهم يا رب كل شيء ويا خالق كل شيء ويا من لا يعجزه شيء يسر لي امر كل شيء امين فاصل قصر جدا ثم نعود فانتظرونا اللهم صلي وسلم عليك يا حبيب الله اللهم صلي وسلم عليك صلى الله وسلم عليك سيدي يا رسول الله مرحبا بنا حضركم العودو الأحمدو ان شاء الله وتعالى اهلا بيكو عايز اقول نقطتين وبعدين الثلاث اسئلة ما جاوبتش عنهم النهاردة في حيات النهاردة هزعل علي بي عبد المعطي العامرية الناصرية اسكندرية ان شاء الله عم علي تتصل بالبرنامج وتقد رقمي عشان يبقى جاوبت على اخر سطر من سطورك الحلوة والله يلا وخد اسئلتك بالمرة قبل ما جاوب على الاختي اللي سألتنا قبل فاصة علم أن سيكونوا منكم مرضى بيقول لي هي ليه يكونوا وزي أن مأثرتش هل السيم لها دخل لا يا عم علي لا يا عم علي عبد المعطي السيم ليس دخل لأن هنا ما هيش الناصبة أن المخففة من الثقيلة والله يرحمه ابن مالك بلا ينصبه وكي كده بأن للتي من بعد علم والتي من بعد ظن والآية في صورة المزامر عليك الشمال علم أن سيكون علم أن ما تبقاش أن الناصبة للمضارع السين فاصل اسمها مخفف ضمير مقدر ضمير الشأن محزوف ويكونوا فعل مضارع مرفوع بالضمة وبعدين بقى مرضى وآخرون وكده وكده كل الكلام ده في محل رفع خبر وما كان إنما كان قولا المؤمنين إذا دعوا لله يوصل الحكومين أن يقولوا سمعنا وطعنا وما كان قولاهم فما كان جوابا قومه كل اللي تلاقيك ده بطل القرآن الكريم حبيبي اللي بعد كان خبرها مقدم إنما كان قولا قولا خبر كان مقدم واسم كان المصدر المؤول وهو أقوى كما قال اللغويون يعني أقوى في من أن يبقى قولهم بالإضافة معرب بالإضافة المصدر المؤول قوي جدا وأنا كانت لها دراسة زمان 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 اسمها المصدر المؤول في القرآن الكريم بين الشكل والمعنى مفيش معنى صعب أوي إلا لما ييجي بالمصدر المؤول فعايز أطمن حضرتك بس أما حكيت إنما كافة ومكفوفة لا مش هنا إنما ما تجيش هنا إنما كان قولا دي أداة حصر إنما تيجي كافة ومكفوفة لما تلاقي إن أن كأن لكن لقيتها ويجوز فيها الوجهان قالت ألا ليتما الحما هذا الحما مو لنا ألا ليتما هذا الحما مو لنا فليتا لو دخلت عليها مو يجوز أن تعمل أنت ليتا ويجوز أن تهمل أنت ليتا لدخول ما على إنك سير إخواتها أما إن وأن وكأن ولكن إذا دخلت عليها مو كفتها عن العمل تلا بس ستوب تلا حضر أبله إنما الله إلى هن واحد إنما كافة ومكفوفة لفظ الجلالة مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة إلى هن خبر مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة أسئلة طبعا عميقة قوي وبعيدة وعظيمة قوي معايا تليفون مين يا فنم؟ أم ياسمين يفضل يا أم ياسمين أه أه وعليكم السلام أه إزاك يا دكتور مبروك في نعمة ما دمت بحمد ربنا أنا طولت الظاهر وقلت في نعمة ما دمت بحمد بس يلا قولي الأخت الغير شقيقة اللي من الأم ترس الأم عمرها ما يسقط نراسها إلى إذا كان موجود في فرع وارس يعني لو واحد ميت وعنده أخوات من الأم حيبو شركاء في التلت لكن لو مات وهو مش سايب فرع وارس إنما لو لو فرع وارس الخوات كلهم بما فيهم الأخت الشقيقة وأخت غير الشقيقة مع وجود الولد مش هيوريسوا حاجة أبداً هيشربوا الشاي ويروحوا أنا عايز أقول حاجة بقى شوفوا أنا سمعتوا القصة وأنا عارف أقسم بالله بس مرضيتش أقول زي زمان سكوتي بقى أنا عارف الباقي هي عايزة تقول أنا اتظلمت قوي وتعبت قوي واتطلقنا وارجعنا هو ربنا شرع الراجع عليه لإن احتمالي يكون الطلاق تم عن ندم يعني تم وندم بعد كده فيرجع ما يرجعش الريمة القديمة هيبقى كويس دوارد جداً طيب ما بقاش كويس هنطلق تاني طيب ما بقاش كويس نرجع تاني مفيش خلاص فلا تحيلوا له من بعده حتى تنكح زوجنا الغيرة زي ربنا ما قال في البخرة عائدك اليمين فلا تندمش لكن هي عايزة لها بعد مدام مدنيش فلوس وده طبعا ظالم وحرم عليه ومفتري وقالي الأدب إزاي مدهاش هوها ومحنا نعمل إيه بقى في المجتمع الجميل ظالمنا مدناش فلوس والليل اللول اللالالالاللي يبقى ما يجيش فيه جواز له ليه متحسر قلبه مين يجوزها خالها حبيبها عشان بيعمل شاي جزء ماها اللي رباها وأنا أعرف فيه ناس كريمة ومحترمة جداً خد الست ولادها كتكيت عمي ورباهم ودخلهم وصرف عليهم ما يجوزهمش هو عمل حاجة دا حياخد سوابها من ربنا البابا مش البابا تودروس باباهم يعني باباهم هو اللي يجوزهم احفظوا ممكن مفضلوك وجدول الضرب اتنين في ثلاثة بستة اتنين في اربعة بتمانية افتح القوس لا ولاية لغير الأبي مع وجود الأبي باباهم بابا بابا حد يجوزني غير بابا وقت اهو وانا بناشده يشرب كباية شامعة بنته صيغة بتاع النكاح ولا صيغة البنكوح هو بس يقر بهذه الزيجة خدت علامة كوريكت وبقت زي الفل من غير طليقك ما يروح لبنته ويقول لها ألف مبروك يا روح بابا جاوازتها فاسدة انت تحبي كده لا متحبةش كده يلا يا احمد تفضل السلام عليكم تفضل يا حبيبي وعليكم السلام الرحمة الله وبركاته مستمر حضرتك أتى جاء وحلفت باليمين عليه على شيء إنه هو يبani وهو مختبوع عليه يباني هو بس هو يباني مضروب حلفة بتطلق منسي ياباني لاذم حضرتك تقول لي انت قلت ايه بالحرف الواحد قلت له على الطلاق في يباني علا الطلاق ايه طلاق Arabic اه يا حبيبي وانت عارف انها مش يباني بس هي مكتوب عليها يباني يعني هي مكتوب عليها بس انت عارف ان مهما تكتب عليها مش ديد انت أستاذ ايه يعني انت راجل خبير وعارف بس السؤال بقى لحضرتك قبل ما تسيبني ما ينفعش تسيبني وانا حقول بقى في الانشا في الهواء لا حضرتك حضرتك نية المأزون جات جواك ويتخلص الست وكل واحد راح لحاله ويعود ربنا ان الراجل لما يكتشف انها مش يباني او بعد ما يمشي مش لازم يكتشف انت عارف انك انت غشيته بس عارف كده ان الراجل خاتها لانها يباني ومادام خاتها لانها يباني وهي مش يباني وانت علقت الموضوع على الطلاق حتروح للمأزون بالفعل والطلق وتنتهي ولا هي علاء الطلاق بتاعة التجار علاء الطلاق من اشارب علاء الطلاق يباني علاء الطلاق شكومنا وكلم الطلاق مجاتش جوانا نهائي جويبني من فضلا خروج من الثافية ايه فانديم خروج من المشكلة يعني المشكلة حطلت لا ما أصردش خروج من المشكلة ورد على زهنك الطلاق وإنك حطلق 10 مساكين إطعام أو صيام 3 ايام وقلب الصفحة ولا طلاق واقع ولا حاجة نهائي مدام ما خطرش على بالك اللي يخطر على باله الطلاق هو بيقول عليها البطاطس البطاطس أمه كام دلوقتي 4 جنيه نادة قولي يا نادة فضال يا حبيبتي كنت عايزة أخي درعي خدرطة دلوقتي أنا ممتد وبابايا مفاصلين عن بعض وبقالي 3 سنين ماما ما تقلت علي كنت عايشة معيها وثبتني ومتقلت علي هل كده أنا لها تقلت ولا هي اللي هتقلت أنت عايشة مع بابا دلوقتي يا نادة أنا عايشة مع بابا وماما تجاوزت ماما اتجاوزت ماما اتجاوزت بعد بابا كذا مارس واختي وغيرا عايشة معيها وهي منعينا أن احنا نشوفها حتى لو جثنا لا يعني أنا قصدي ماما لها بيت وراجل آه ليها بيت وريها آه راجل آه ومستقرة حياتة خلفت من الراجل التاني ولا ما خلفتش لأ ما خلفتش الحمد لله وبابا اتجاوز أمورة آه لا هو بابا حاليا متجاوز بس أنا أعدى معين يعني أعدى مع بابا آه وعلى وعلى راس اللي هو اتجاوزها آه أكيد لأ أنا عملوكي عملوكي ده إيه وانت جاي مستوردة ده حاقك ده حاقك بابا لما راح يتجاوز اللي اتجاوزها عارفة إنها عنده أولاد حتة منه وهيبقى بابا مجرم لو راح وقال لها العلد ما تهمنيش أنا لو جاي لبنتي عريس وقول لها العلد ما تهمنيش مش هجاوزه لها المفروض احنا نبقى مسلمين وعارفين زي كده بس أنا عايز أقول لك على معلومة مهمة جدا بالنسبة الماما بالذات وأي ماما زي مامتك وبشكرك يا ندا أي ماما بتتجاوز بعد طلقها بأولادها ما يعودوش معاها أبدا حتى لو كانوا عندهم ثلاث سنين وعايزين رعاية الأولين والآخرين هي اتجاوزت عشان واحد تسعده مش اتجاوزت عشان تفتح ملجأ لوحد يصرف عليها ويدخل يشوف عيالها وهي بتنظف وتعمل وتجرل ده وتجرل ده أمر عيش في البلكونة وقال لي يا ملك باختك يا فلان دخل العترة العمار بن ياسف وقال لأم سلمة وهي مرات النبي على السلام شيل البيت دي اللي قرفت بيها النبي على اليمين في الروض الأنفل السهيلي بنتها زينب قال لها دي تخديقة وخدها هو وكان خالها في الرضاعة وخد زينب عشان أم سلمة تتفرغ للنبي احنا مش مجوزين وده النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي كان داخل البيت كان حيدوه الزينب دي مش شايفها بالليل واستدل بذلك السهيلي على أن رؤيته عليه الصلاة والسلام بالليل كانت بتختلف عن رؤيته بالنهار زي أي بني آدم لأن في ناس من حبها الكبير النبي على السلام بتقول كان يشوف بالليل زي ما يشوف بالنهار وما كانش له ضل وما كان حاجات كتير جدا هتوصلوا لدرجة إله فنكفر كلنا والعياذ بالله بسبب الحب اللي مروش منهج لا ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا يبقى أنا أنا وعلمك ما لم تكن تعلم ربنا يعلمه أنا لا عايز أقول قبل جميلة بس ثانية واحدة أن الحضانة بقى بتتنقل من الماما لمامة الماما أو تتنقل لمامة البابا لو مش هون وجود حتى الفقهاء لهم عبارة جميلة جدا يقول إمتى الحضانة تتنقل للجدة اللي هي أم الأم لو كانت متجوزة جد يعني لو جدتي اللي هي من مامتي متجوزة جدي اللي هو أبو مامتي أروح أنا أعود معاهم لكن ما تجيش جدتي كن متجوزة من واحد غير جدي جون جدي مات أو طلاها روخرة وأروح أنا لجدتي عشان تنكد على جوزها الأجنبي إنما أروح لجدتي اللي هي متجوزة جدي فيشلوني في حباب يعنيهم وبعدين بكرة تبقى صاحب البيت والدنيا أنت يا حبيبتي لازم تسألها على ماما وماما اللي تسألها ما فيش حاجة اسمها أنت مطعاها وقال حاجة اسمها هي مطعاكي والطلاق في الإسلام يا خلق الله مش معناها ضمار للعيال معناها العيال يروحوا عند الأم زي ما قلت مدامة خالية ما جلهاش اللفان دي النقشبان دي ومن تاني قولي لي معايا الله يخليك يلا يا جميلة ألو سلام عليكم وعليكم السلام سنت جميلة لو سمحت والله عايزة أسألك سؤال يعني أنا عندي ابني عاصي ابني إيه ابني عاصيني عاصيكي عاصي بابا وعاصي بابا هر آخر آه أبوه مات وهو زعلان منه زعلان قوي آه فهو دلوقتي أنا عندي عندي عايز يعمل الحاجة وأنا أسد وراه وعندي بنت متحنقة فهل أنا مساعدتي للبناء وعندي بنت قريدة عندي أساعد البنتين ولا أساعده هو هو عنده كم سنة عنده ثمانية وثلاثين سنة اتجوز وخلف ومتعلم متجوز ومخلف ومطلق ورام يحموله عليك بقى هو طلق وضرب الدنيا سارمة زي ما بنقول وجيه قاعد للماما عشان يحلب منها هو بيعمل بيعمل حاجات كتير وأنا أسد وراه لحظة واحدة هو طلق الكاتكوتة اللي معجبتوش وأقعد لك في البلكونة بالسجارة مش كده وقال لك الله بقى هاتي بس أنا دلوقتي لما أنا عاجي يعني هو دلوقتي واخد حقه وزيادة فعندي بنتين شوف استني بس استني بس استني الله أرضو عليك الوقت دا لو قاعد بالسجارة وبعد السجارة بوري وبعدهم خمرة ولو حق عندك في المراس ياخده مدام ما قتلش أبوه استني بالراحة علي أنت بتسأليني على حقه اللي هو خده كمراس ولا على حقه كقلبه أم أخد مني فلوس كتير لا مفيش حاجة اسمها كتير هنا أبوه سايب مراسة الله رحمه لا دا دا حقي أنا الحاجة دي بتاعتي أنا مفيش موارس على الحقيقة بالنسبة لك أنت بتدفعي جودة بقى حنان حنان أم حنان أم استني بس بالراحة بالراحة خاص بالراحة خاص بالراحة خاص هو حتجاوز كمان ثلاثة وهيقرفك في عيشتك مدام هو مواخد على أنك أنت الحلوب بتاعته اسمعوا أيها السادة هذه الحقيقة والستة أنا حجاوبك حاضر وبشكرك والله حجاوبك حجاوبك يعوض عينا ربنا أبو 38 سنة دا لف زمت أبوه ولف زمت أمه ولا تعريفة يخدم نبوه ولا تعريفة يخدم نبوه الله لا يقدر إلا إذا كان قعيد أو حيلة بينه وبين الحياة وملوش حد بدل ما يشحط من الشارع يبقى أمه تشيله أبوه تشيله لأنه أصبح رجلا ناضجا مكلفا وكمان متجوز يعني عليه عبء وينفق على أولاده الدنيا دخلت بعضيها هي بدلولة بتسألني عندها بنت متطلقة أو بنت تانية صغيرة تصرف على دول ولا على ده لا العملية منظمة قوي يعني ايه منظمة قوي يعني أنا جوزي مات وساب مراس المراس دا للودة والبنت هو ساهمين والبنت ساهم البنت دي أنا بصرف عليها من ساهمها يعني تصرف من فلوس أبوها لن تتصرف عليها ولا جدت تتصرف عليها انقطعت بها السبل وما عندهاش مراس من أبوها وما لهاش في الدنيا إلا أمها ومها ورثة إرشين أو عندها تصريفة أو بتاجر أو بتبيع أو شقة بعيدها أو معها لوكشة حطها في البنك وقعدها على خيرها وكل شهر بتروح تجيب المصروف وتدي التاكسل لاربعين جنيه ومش عاجبه وكان عايز الخمسين حتة واحدة كويس فأو ميكروباس وتيجي تفتح الشنطة ومعها يا ولدي خوخ للي بتحب الخوخ منجع وزي حالاتي عمر من خطر حاضر يا عمر اتفضل يا عمر يلا يا عمر اتفضل يا عمر يلا يا عمر وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في نعمة ما دمنا نحمد الله تفضل بسرعة حضرتك انا كنت طرح نبلغ كده في آآ زكاة يعني كنت طمع الشهر ده المبلغ رادي وكده انا كنت عايزة يعني الواحد صاحبي يعني محتاج المبلغ ده لا واحد صاحبك اسانا 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 يعني انت عندك زكاة مال وواحد صاحبك محتاج تمام هو اولى لانه له ابوك ولا امك ولا ابنك ولا بنتك وانت اكيد عارف حالته انه هو فعلا محتاج فممكن ياخد جزء من الزكاة يمكن ياخد الزكاة كلها لو كانت قليلة بالنسبة لحضرتك وبشكرك وبرجع تاني اقول هي جايبة يا ولدي المانجا والبرتقان جودة منها او وقعوا في قرابيزها معهم مش فلوس ولا مراس يبقى ايزا ياكلوا من خيرها لكن ابو ثمانية وثلاثين سنة ان ما كانش حيش او يتعب مش حيرب عياله وحيبقى قاسم وبهذه المناسبة كلمة قاسم واحد بقولها الواحد فبقوله تعرف انك منتش مسلم قالوا ليه اخي انا بسجد لصنم انا شايفني بسيب الدين قالوا لا انك بتضيع عيالك والنبي عليه الصلاة قال كفى المرأة ذنبا اسما ان يضيع من يعول فبقول لي انا اسكت معرفش ارد عليه انا بقى ارد يا حبيبي هو قال كفى المرأة اسما ما قالش كفى المرأة كفرا وما حكمش النبي عليه الصلاة والسلام وما كان له ليحكم على احد اتم بالكفر الاتم ما هوش كافر مسلم عاصي يا اخي يتوب ربنا عليه ويرجع ويندم وتبقى الدنيا جميلة لكن تكفروا ماقولكو احنا عندنا شياط جامد قوي لما بنقلب او نتغير بنكفر كل حاجة وبنسيء الى كل حاجة وده مش من صلب الدين عايز اقول كلمة اخيرة للاخ من اسود صاحب الخشب يعني ايه صاحب الخشب يعني معناها بقول لي انا كنت في الشتة وبعدين جبنا خشب نولعه فاطلع على الخشب موجود المدينة المنارة صلى الله عليه وسلم الله الحسن الجمال البيوتي بقوله ده دجل يا استاذ باسم الله يرضى عليك وما فيش لغة للخشب الا انه يدفيك كل حاجة في الكون لها لغة لغة الخشب انه فعلا اذا انتم منه توقضون دي لغته يدفيك ويسترك وبوص كل جار وكل انسان انا بعرفه او ما عرفوش لما يخرج من البيت ميرزعش الباب وراه رفقا بالخشب اللي ساترك ربنا بيه لكن اللي يكتب عليه المدينة حسنة او محمد الكلام ده بقى لازم نبطله انتم عارفين المشكلة ايه الختام حاضر لازم اختم لازم التزم محبش حد يقطع علي ولا حد يقول مش ملتزم حتى القاكم انصح دائما واقول واذكر بشعري انا بحسن الوعظة تمتلك القلوبه وسخر الطبع من لين يذوبه فقل المسرفين الا رجعتم فان الله يقبل من يتوبه ورحمته لا اوسع من خيال ولو كثرت من العبد الذنوب لكم اتحية وحتى وقاكم السلام عليكم ورحمته وبركاته